كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع لريال القاهرة المتخصص في انتاج مستحضرات التجميل وقام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمرحل الانتاج والتعرف على بعض مكونات المصنع الذي يصدر 85% من المنتجات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة النمو المتوقع 10% سنويا كحد أدنى بحسب بيان مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر